بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات هو التعلم اللغة الإنجليزية النهاردة يا شباب هنبدأ نتكلم عن تكملة أساسيات اللغة الإنجليزية وهنبدأ أن نأخذ تمرين على آخر درس خدناه ألا وهو is وبيجي قبلها اسم مفرد وبعدها اسم مفرد تعال نأخذ تمرين على الكلام ده نرى عندك تلك الكلمات هي building مبنى machine ألا shape شكل a printer اللي هي في الصورة دي اللي هي طابعة الكمبيوتر طبعا ده مفرد is بتكون a بتكون ايه building ولا machine ولا shape طبعا كله بيقول machine آه يعني ألا يبقى a printer is a machine بتكون آلة لاحظة أن is يجب قبلها اسم مفرد وبعدها اسم مفرد لاحظة أن مفرد أخذ a يبقى يبقى is a machine الطابعة تكون آلة شوف اللي بعدها a square المربع square يعني مربع is 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 طبعا كلكو شطار وقلتوا ايه اللي هي shape شكل لاحظة أن is يجب لها اسم مفرد وبعدها اسم مفرد ماذا أذكركم برضو ان a ما بيجيش اللي قدام الاسم المفرد البادئ بحرف ساكن a square الاس ساكن a shape الاس ساكن لكن الفكرة ان is يجب لها اسم مفرد وبعدها اسم مفرد a square المربع is يكون a shape شكل شوف اللي بعدها a house المنزل is a طبعا كلكو شطار وقلتوا ايه building مبنى a house المنزل is a building بيكون مبنى الفكرة برضو هي رأسي هي ايه ان is ايجي قبلها اسم مفرد وبعدها اسم مفرد وقلنا اسم مفرد بيجي قبله ايه a a ما الجيش اللي قدام الاسم المفرد البادئ بحرف a ساكن طبعا وفي an طبعا and ما بيجيش اللي قدام الكلمة المفرد البادئ بحرف ايه متحرك نكمل a triangle triangle اللي هو المثلث a triangle يبقى a triangle المثلث is بيكون a ه ه ه اه كل لكو بطور طبعا قلتوا ايه هتأخد shape المثلث يكون شكل المثلث يكون اس مفرد ويكون اس مجمع ويكون اس مفرد ويكون اس مفرد يكون اس مفرد ويكون اسم ويكون اسم ويكون اسم وبعدها اسم دقس البط يكون اسم وبعدها اسم وبعدها اسم البط يكون للجمع ويجب بعدها برضو ايه بيردز يكون تيور يبقى ار يجب قبلها اسم جمع وبعدها اسم جمع وطبعا يساعدك ان انت تكون جملة بسيطة جدا اما ديجي تتكلم باللغة الانجليزية ار يجب قبلها اسم جمع وبعدها اسم جمع داكس ار بيردز الطيور بتكون داكس البط ار بيردز البط يكون تيور ار يجب قبلها داكس جم وبعدها جم نشوف اللي بعد كده ار يبقى داكس البط راحز انها جمع اسمه هو بس جمع لان ار دي جم ار يكون بيردز تيور ار يجب بعدها اسم جمع برضو شوف اللي بعدها طيب هنلاحظ اني طبعا اني ار ايجي قبلها ناون اسم وبعدها ناون ار معنى هيكونو او يكون للجمع هنلاحظ اني ايجي قبلها اسم داكس طبعا جمع يبقى داكس ار بيردز والاسم اللي بعدها برضو ايجي قام لان ار لجمع يبقى داكس ابلورال ناون اسم جمع ار يكونو ابلورال فير بفعل جمع معنى هيكونو بيردز الطيور اهن ابلورال ناون اسماء جمع شوف الكلام دا نيجل الجمع احنا قلنا المفرد المفرد بيجي قبله يا ا يا ا او ان ا لو الاسم بدء بحرف ساكن وان لو ايه بادئ بحرف متحرك a dog kelp an animal حيوان طبعا هنلاحظ ان ال dog ايجي قبلها a و an animal ايجي قبلها an لان الاتنين مفرد و a ما الجيش اللي قدام الاسم اللي بدء بحرف ساكن و an بتقول قدام الاسم اللي بدء بحرف متحرك نكمل a a and an اللي هي a و an ادوات نقرة only فقط with تأتي مع singular nouns اسماء مفردة طب الجامع بقى جامع dog طبعا هنزود له s dogs شلنا ال a خالص ما ينفعش يقول a dogs اللي بدء بدم هي جامع يبقى معاها تشوف نحط ل a ولا an يبقى a dog ما ينفعش الجامع بتاعها تقول a dogs لا dogs و an animal الجامع بتاعها ما تقولش an animals لا تقول تشيل an خالص لان اللي بقت جامع animals لان لان a و an ما تجيش اللي قدام المفرد ازا جمعناها نشيل ال a او ال an قدام اي كلم مفرد اه على اساس ان احنا هنحولها للجامع يبقى a dog الجامع بتاع dogs ما نقولش a dogs غلط نشيل ال a an animal الحيوان الجامع بتاعها تبقى a animals حيوانات ما نفعش نقول الآن animals لان غلط طبعا لان بدام حولناها من مفرد الجامع خلاص نشيل ال a و الآن a and an لان a و an only فقط with singular noun تأتي فقط مع الاساس الاسماء المفردة نكمل طبعا plural nouns الاسماء الجامع end in s بتنتهب ايه يا شباب ب s خلاص نكمل طبعا احنا قلنا الاسم الجامع المفرد لما نجي نجمعه بنزود له s طب لو اخر y زي كلمة a city سيتي يعني ايه مدينة فاكرينها طبعا a country معنها بلد اخر هواي ومسبوء بحرف ساكن اما نجي نجمعه هنعمل ايه بقى تعالا نشوف كده شو يحصل ايه with a city ام ام ايوا انا متأكد لكلكم فهمتم يكون المفرد فقط طيب أكانتري نفس الفكرة شلنا الواي وحطينا آي إي أس وشلنا الآ لإنه بقى تقام زي ما انتوا شايفين يا شباب يبقى قومت ذي واي احزف الواي and add واضف آي إي أس زي ما احنا شفنا ايوه اشيل الواي وحط AIS تاني يا شباب يبقى الاسم ما يكون اخر وي ومسبوق بحرف ساكن الاسم ما يكون اخر وي ومسبوق بحرف ساكن عند الجانب بنشيل الواي ونحط AIS اقول تاني اي نشيل الواي ونحط AIS مفهومة ونعرف انك اذكيها. نفس الفكرة برضو. كونتري شلنا الواي وحطينا آي اي اس. تاني كده شباب. كونتري شلنا الواي وحطينا آي اي اس. شو اللي بعدها? طيب. يبقى ناوين اندي ناوين. ممكن برضو نجيب اي اس. اسم واسم. اسمين. وبعدهم آر وبعدهم اس. مثال. اي تالي. اي تاليا. اند. جريس واليونان. طبعا جم. تاخد آر. يكونو. كونتري ولا كونتري. كونتري. زيكون دول. رأي بناك جمعت ازاي طبعا. بيز. اند انتز. بيز. انحل. اند انتز. والنمل. طبعا جمع. آر يكونو. باكز. باكز يعني اي ان حشرات. سينجولر مفرد المدرسة تكون مبنى سينجولر مفرد سنتجولر مفرد سينجولر مفرد سينجولر مفقت سينجولر مفرد المدرسة اخت Isn. الار تكون بيلدينجز وبرضو بيلدينجز بقت معناها مباني زودنا لها است للجمع ولهزنا نحن شلنا ال ايه لما حاولنا الاسم المفرد للجمع شلنا ال ا تاني المدرسة تكون مبنى الجمعة بتاعها ايه سكولز اار بيلدينجز المدارس بتكون مباني لاحظ ان اس اجي قبل اسم مفرد وبعدها اسم مفرد وار اجي قبلها اسم مفرد اسم جمع سوري اجي قبلها اسم جمع وبعدها اسم جمع نلاحظ ان الجمع زودنا اس لكن نلاحظ ان لما جمعناها شلنا ال ا ما قلناش ابلدين وشكرا وإلى اللقاء في الحلقة القادمة واتمنى انكم استفدتم مع تحيات قناة مستر محمد القشاوي التعليمي